اشتركوا في القناة هكذا كان سليمان خاطر يرد على المحاقق أثناء التحقيق معه في تهمة قتل سبعة إسرائيليين أثناء خدمته على الحدود سليمان خاطر الذي كان فلاحا بسيطا ومجندا في الأمن المركزي عرف معنى كلمة وطنية علم أن مهمته كان مجند على الحدود مع العدو أن يحمي هذه الحدود من أي من كان يرغب في اختراق هذه الحدود تبدأ القصة في 5 أكتوبر عام 1985 حينما كان خاطر في خدمته بنقطة رأس برقة بجنوب سيناء فوجئ بسبعة إسرائيليين يحاولون اختلاق الحدود حاول منعهم رفضوا فقتلهم ما قام به المجند سليمان خاطر أدى لتحويله لمحاكمة عسكرية نحن الآن اليوم في الذكرى السابع والعشرين لاستشهاد سليمان خاطر نصور هذه الفقرة مع أسرته أهلا بك أستاذ أحمد العوضي صهر سليمان خاطر أهلا بك أهلا بك حاج عبد المنم خاطر أهلا بك في البداية كم سليمان في هذه العائلة أنا عندي ابني سليمان الكريم أولادي سير الاثنين كل واحد سمت سليمان أولادي أعمامي كل واحد مسمى سليمان يعني حوالي 12 سليمان عندنا هذا الوقت الحمد لله كلهم متقنين كلهم سليمان يوم نعم نحن أيضا معنا والدة سليمان خاطر على حد قول أبنائها هي فقدت الذاكرة من بعد وفاة سليمان خاطر ولكن هم تفضلوا بأن تجلس هي معنا اليوم في هذه الذكرى لوفاة ابنها أنتم كنتم مع سليمان خاطر قبل استشهاده بيوم يوم السلام وسلم إيه اللي حصل قبل ما يموت بيوم؟ أنتم كنتوا عنده في الزيارة إحنا كنا عنده في الزيارة هم اتصلوا بينا هنا قالوا لنا تعالوا زيارة سليمان طبعا إحنا عارفنا أنه أنا قالوه من هنا من السويس والدول السيني الحرب في مصر كان عسكري شرطة عسكرية معهم من عندنا من البنة وكان يعرف كل حيه وكان بوصلنا المهم قالوا لنا أنه سليمان انتجل السيني الحرب في مصر فروحنا على هنا كان يومها ماتش أهل وزمالك في نفس الاستاذ الاستاذ كان جنب السجن الحرب فالمهم رحنا يا جماعة السليمان إيجا هنا وإحنا عايزين نشوف السليمان والتاعة مرضيوش رفض فجينا قالوا هنحدد لكم الزيارة أو تيجو فتاني يوم رح محدديني لزيارة الساعة 12 ونص اتصل علينا قالوا لنا تعالوا زيارة السليمان النهاردة تعالوا زيارة للسليمان فالمهم رحنا للسليمان وزارنا للسليمان جينا مقرب محمد أحمد وفريق جامد والتصليم احنا داخلين المهم احنا كان مين يا المهم الشكلنا معهم وكسرنا الكاميرات اللي هم جابلين بها يصورونا وبتاع وجلنا لا احنا مش عايزين كل اللي تابع الحكومة كل اللي تابع حسن مبارك مش عايزين احنا يابلنا بالسجن ومش عايزين هو بس وحصل يومها جابلناه وجعدنا معاه وطلب هدوم وطلب كوتب الكلية وحيكمل وأنا مبسوط يا أخوي هنا والمساجين هنا بتبصل وبتندع علي ومبسوطين بي يا ظاوي و وآخر انسية شايفينه بطل اه يعني اقولك انا ماشي كده في الحش والمساجين بتندع علي مبسوطين بي يا ومعايا المساجين يعني مبسوط على الآخر طب الظروف الظروف حلوة ومية المية طب احنا عايزين بعد ما جينا ماشيين قلت احنا عايزين توكيل يا جماعة من اسلمان دي يعني لان حط الأرض بتاعدنا كان بس باسلمان فقلوا اللي مالا تعالى بكرة قلوا اللي قلت بتعشار العقاري وتعالى ملتلهم ها المهم جيت تاني يوم وخدت بتعشار العقاري ورحت قلوا بغزالة في السجن جوا ومنوها زيارة النهار ده يا ناس انتوا جايزين وجبت بتاع مصر جديد او جيت اهوه وقال لأ مفيش المهم اطلعنا من عندهم وروحنا على بيه ليه نخلي هناك في مصر رحنا عليه المهم دخلت نمت فإن لو جايبين سليمان قالك سليمان خاطر انتحر انتحر ازاي اولاد انتحر كيف تلقيتم هذا الخبر خبر انتحاء انتحار سليمان خصوصا انك كنت معاه قبلها اه يعني انا نزلت هو سكن في الدور الرابع انا نزلت في الدور الرابع وفي الشارع سكن في المانتسين هو انا نزلت من الدور الرابع ما كنت اش عارف انا بعمل المهم للناس يا سليمان مات يعني حق احمد انتم يعني قبل ان اتحادت عن الانتحار انتم كيف رأيتم الحكم عليه اصلا وتحويله الى محكمة عسكرية وهو يعني في تهمة كان يقوم هو بعمله كيف رأيتم ما حدث بسم الله الرحمن الرحيم اولا سليمان خاطر ما اتحكمش بالقنون سليمان خاطر اتحكم باتفاقية بين حسن مبارك وبين الاسرائيليين سليمان خاطر كان بيحرص بنقطة ستة واجئين في الاسرائق ادى واجبه على اكمل واجب سليمان خاطر كان بدافع في اخر خدمة لغف الجيش عن موقعه اخر خدمة لغف الجيش اخر خدمة يعني سليمان خاطر كان حيخرج المهاردة حيسلم السلاح بكرة حيكون ملك اثناء الخدمة طبعا سليمان واقف في مكان مرتفع عن الارض خمستاشر متر خمستاشر متر قاعد نزل التوريس الاسرائيلي وبدأوا يطلعوا الموقع بتاع سليمان قاعد يحذرهم وضرب نار طلقات تحذرية مامتسلوش للأمر تماما اطلق عليهم النار موت سبعة من الخمستاشر واصيبت خمسة وبلغ القيادة بتاعته انا عملته كذا 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 سليمان خاطر في تحقيقات النيابة حضرتك تعرفي مدى التواطئ ومدى الظلم اللي تعرض له سليمان خاطر جندي مصر على الحدود بدافع الموقعه بقدي وجبه بانه يقتل المتسللين للموقع يحاكم امام محكمة عسكرية وقعدنا انطالب انه يحاكم امام قاضيه الشرعي اللي هو المحكمة المدنية حتى على الاقل انه جندي امن مركزي مش عسكرية اصروا انه يحاكم محكمة عسكرية ويتحكم عليه بخمسة وعشرين سنة عشان دافع عن مصر عشان دافع عن موقعه كأنه تاجه مخدرات خمسة وعشرين سنة سليمان خاطر اتحكم عليه بخمسة وعشرين سنة عشان جندي بقدي وجبه انا في الحقيقة استغربت ما جاء ما قيل انه جاء في التحقيقات مثل اسئلة مثل ليه بتصر على تعمير سلاحك ليه حافظ رقم سلاحك اليست هذه من البديهيات هو واحد واقفي يعني يدافع عن موقع ألم تستغربها أنت في هذا الوقت؟ سليمان خاطر كان عسكري مصري بيعتز بالعسكرية المصرية كان جندي مصري بيعتز بعسكرياته قوي كان بيهتم بالأفرول كان بيهتم بالسلاح بيحافظ رقم سلاحه أكتر من اسمه يقولك الي يحفظ رقم سلاحه ويحافظ على سلاحه بحافظ على مصر اللي بيحب سلاحه ويحب تراب بلده نعم ده بالحضرتك فسليمان خاطر اتحكم بقانون القادة بتوع سليمان الرائد أحمد الشيخ في تحقيقات النيابة العسكرية قال إيه؟ قال إن سليمان ده إنسان يعتز بعسكريته من شغله اللي مذكرته سليمان خاطر عمل أدى الواجب اللي عليه القائد الثاني القائد الثاني المقدم محمد قال لكن الموقع بتاع سليمان موقع عسكري ممنوع للعسكريين المصريين دخوله ما بالك إن أي أجانب ممنوع يخشه الأجانب خالص نعم حاج عبد المنعم الصحف الرسمية في هذا الوقت قالت إنه سليمان خاطر غير متزن عقلياً أنا إحنا أولاً جغل المتزن عقلياً إحنا اللي طلب مننا حسن مبارك والناس والحكومة قال لك إحنا عايزين سليمان لما هو زعف البيانة بتاعه قال إيه إن سليمان مختلع عقلياً فقلنا إيه؟ قال إحنا عايزين المحامة جبلنا طلب من المشتشفى اسمه إيه؟ جمال جمال ماضاب العزين جمال ماضاب العزين طلب بأن سليمان مختلع عقلياً إحنا رحنا جبنا الجواب ده ودفعنا فيه خمستاشر ألف جنيه من المشتشفى جمال ماضاب العزين والمحامة اللي راح دفعهم له وجبلنا الجواب ده علشان هم إيه؟ استعملوا الجواب ده تاني لنحن جبلوا إنه مختلع قلياً إنما إحنا دفعنا فلوس على إننا نجيب الجواب ده من المشتشفى هل لعبوا على وطر أنه شهد حادثة مدرسة بحر البقرة الابتدائية القريبة من قريتكم وأن سليمان ميحبة وهو في التاسعة من عمره اللي يراها وبالتالي كونت عقد ما عنده تجاه الإسرائيليين؟ أولاً أي مصري أي مصري أي أن كان عايش على أرض مصر تكونت عند عودة من الإسرائيليين لأن العودة الإسرائيليين اللي عملوها مش إحنا اللي عملنا إسرائيل بأدوانهم المتكرر علينا وعلى العرب جميعاً على مصنع أبو زعبل وعلى مدرسة بحر البار وعلى كل مكان في تونس في فلسطين المحتلة الإسرائيليين اللي عملوا العداء وعملوا الفجوة الكبيرة اللي عمرها ما حتتمحها من زاكرة المصريين ليس من زاكرة سليمان خاطر وإن كان سليمان خاطر تكونت عنده عقدة أنه شاف زميله ودمهم بصير بالمرايل على الكراريس وعلى الأرض من الإسرائيليين سليمان راجل وطني وراجل محب بلد ليس قيب أبداً أنهم يلعبوا على هذا الوطن أبداً سليمان خاطر الورق اللي النظام البائد عمله قال للحج عب منا اعمل شهادات النخوك أهبل لأن المجنون الأيام اللي بحافظ على تراب بلده يبقى مجنون أكيد في عهد النظام البائد اللي بحافظ على تراب بلده مجنون واللي بيشتغل في مصر مجنون في نظرهم لأن التركية وزعوها على بعض فطبعاً ما عادش مكان للوطنيين والبساطاء المصريين البساطاء أنهم يعيشوا في وسط الجابة اللي كانت موجودة وبالتالي كيف ترون الآن وجود الرئيس السابق حسني مبارك في قفص الاتهام وهو يحاكم الآن هل تعتقدون أو تشعرون بأنه الآن يعود حق سليمان خاطر؟ طبعاً احنا كده وأمه هين أحسن من الحسن مبارك أمه لسه جاعد على رجليها تلاتة تسعين سنة وجاعد على رجليها وبنتفرج على التلفزيون ومبسوطين أعلى مبساط لربنا خلصينا حاجنا وأمه طيبة وأمه طيبة دلوقتي يعني ربنا الحمد لله ورها بعينها أنا أجيبها حسني شوفها حسني أمه قاعد على رجليها في التاعة السبتين أهو وأنتي لسه بتمشي وتشايفها يعني الحمد لله أحلى آخر مبساط الحاجة قاعدة تعدد على حسن مبارك لما ربنا كرامني بس كان في سنة ويوم الشغطين تكون في وعياها دلوقتي وتشوف اللحظة اللي هو فيها لا عارفة يا حاجة حاجة لا عارفة عشان توشعر بسعادة وبيجيبها على تلفزيون ووريها كيف استقبلتم خبر انتحار سليمان خاطر؟ انت قلتلي انت جالك الخبر وانت نزلت مش عارف تعمل ايه ايه اللي حصل بعدها؟ اللي حصل بعدها طبعا روحنا ذلك في مشروحة زينهم روحنا مشروحة زينهم طبعا كان هناك موجود الأستاذ أبريم شوكري والأستاذ خليد محيط دينه كان موجود كل الأحزاب المعاط المهم دخلنا وشوفنا سليمان مفتوح بطنه من هنا لغاية مشعاره تحت ومش في حاجة في بطنه كون مش في أي حاجة خلط لان احنا بعديها طلبنا معاة جاعدنا في البيت هنا وطلبنا ايه اعادت التشريح اعادت التشريح داني ايه اللي حصل؟ ايه اللي جاء في تقرير الطب الشرعي؟ ايه اللي جاء في تقرير الطب الشرعي؟ لان ايه لما جيت السلامته ضغفره من هنا متخلعه مخبوط هنا في وركه هنا سكينة او حاجة ايه وهو صاحي وهو صاحي دي فيها دم مخبوط بقى جنبيها كده بعد وفاته خبطتين عشان يتتوه دي اما دي فاته دم ودول الخبطتين دولي وفهمش دم من ناحيه دو من ناحيه دي ومعافر بقى الضغفر دي متخلعه كله مفيش ضغفر شيء طلبتوا اعادت تشريح الجسد تاين؟ طلبنا عادت مرفوش 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 لحد ما جاعدنا هنا ثلاثة ايام لما ايه يا جالك لازم يندفن بقى ايه خوفنا بقى ايه حندفن بالغسر هو حيش له وفحرنا دي هنا عملنا له فاسجية كبيرة بالخلسانة يعني حتشوفيها حضرتك لو نعم نعم بوحدة الوقت مزور اشكرك يا حاج عبد المنام اشكرك شكرا جزيلا لقناة الجزيرة والبغول الصح عالناس كلها واشكر كل انتوا ديتوا وحضرتوا ونورتوا الستة الوالدة وانبسطت لان حسن مبارك في السنة وعارفت دي الوضعك شكرا شكرا جزيلا انت مش حسن في السجن؟ اه مش حياة الموتوه؟ الخدمه الموتوه؟ من الموتوه؟ حسن مبارك اذا المشاهدين نعاود الحوار مع اسرة سليمان خاطر هذا البطل المصري ولكن بعد هذا الفصل القصير ابقوا معنا ارسل وشارك بارائك حول القضايا الهامة سياسية رياضية اقتصادية واخرى متنوعة خدمة الرسائل اس ان اس عبر الجزيرة مباشرة رأيك قد يصنع اخرى اهلا بكم مرة اخرى الآن نضم الي الحجة انصاف محمد خاطر والحجة سعدية محمد خاطر شقيقة سليمان خاطر اهلا بكم أهلا ربنا يخليك حاجة أنا عايز أسأل حضرتك عايز أسألكو هل أنت روحتوا جلسة محاكمة سليمان خاطر كان سليمان عامل إزاي؟ كان سعيد جدا وكان بيقول إنه هو هيخرج لأنه هو ما عملش حاجة غلط وكان كله أمل إنه في كلية حقوق هيخلص وهايخلص الكلية بتاعته واتصل على الدكتور عزيزي جاب له الكتب بتاعت القانون والكتب اللي نقصاه وما كانش عنده أمل إنه هو هينعمل فيه كده يعني كان عنده أمل إنه يخرج مش كان عنده أمل إنه هيخنوه لأنهم خنوه خدوه خيانة كده ما كانش فيه فكر سليمان خاطر إنه هينجاتل أو هينعمل فيه اللي هنعمل حاجة سعادية كان عامل إزاي جوه؟ يعني الأفصول إزاي كان سمع قرار إنه ياخد مؤبد إزاي سمع الحكم ده إزاي؟ كان حلو يعني خشينا عليه وهو طالع وبغزيلة واحد كده ماشي وقال إنه هتروح وتعمله وتسوه وهتروحه والبيت يا أرياف وتولعه والشالية وتبعده وتتحدثه وتقوله دي هزل اللي إيه اللي إيه اللي إيه اللي هيشنه بكه ما هيشنه بكه حاجة أحمد حضرتك كنت في الجلسة؟ أيوه كان عامل إزاي؟ نفس السؤال؟ على فكرة سليمان ما كانش عنده مش خطر في باله لحظة إنه ياخد يوم واحد حقس سليمان كان متخيل إن الجلسة الأولى حيحصل فيها الإفراج لأنه طبعا فيها أقوال نيابة وأقوال وشهادة رؤسائه وشهادة زميله والقانون اللي سليمان يعرفه إنه سليمان عمل عمل سليم مية في المية ودافع على موقعه إذن ما فيش شيء بالمحكمة دي مثلا صغير عشانها بسعيل بس أنا حاخد براقه منخذ 25 سنة القاضي قال له معلش يا سليمان بعد الجلسة وانتهت قال له معلش يا سليمان القاضي قال له معلش يا سليمان لو عايش دلوقتي يسمعني يقول الراجل ده كان في الجلسة كل زميل سليمان والزباط والحرس الجلسة كلها قعدت في بكاء شديد كله كان بعيد سليمان يقول عادي والله ما فيه حاجة خالص أنا في دمصر وإن شاء الله أنا حق الضرار كثير جدا من قرأوا التحقيقات أو سمعوا عنها أو سمعوه وشخصيا يقولون أنه كان يتميز ببلاغة في الكلام مع سلاسة أيضا وبساطة في الكلام أين تعلم معاني الوطنية وحب الوطن؟ الأحداث اللي احنا عشناها مع اسرائيل الأحداث اللي احنا عشناها مع اسرائيل تدي لسليمان أو تدي لأي شاب بالكر نحو اسرائيل الأحداث والمدرسة بحر البجر اللي ضربوها وموتوا أطفالنا الأبرياء وسليمان أخويا كان صغير وطلع يجري وراح المدرسة وشاهد الموقف وشاف الأطفال وشاف المدرسين وهم ميتين فكان ده لازم يسيب أثر في جلب اسليمان وفي جلب كل مصري ومين بيحب اسرائيل في مصر أو في أي وطن في الوطن العربي عمتا ولكن أنتم كأهله وكأسرته تستبعدوا تماما أنه يكون انتحر كما قيل أولا سليمان استحال أنه يكون انتحر أنا في آخر الزيارة اللي رتبت لنا أن احنا نزوره وأصروا قادة السجن أن الزيارة تم رغم أننا رحنا متأخرين جدا والسجن الحاربي لا يستقبل ش زائرين بعد الساعة الثلاثر إلا أننا وصلنا الساعة الثلاثة وأصروا أن الزيارة تم وعملوا إيقازيون لسليمان أنت تحب تشوف مين وتحب 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 تشوف مين عشان حتنتحر بكرة إن شاء الله يا حبيبي فسليمان تمادى في الطلبات إلى أن طلب يمكن تسئين في المية من أصراته وبعدين؟ بعد كده تاني يوم فجئنا إن سليمان خبر انتحاره في التلفزيون طبعا خبر جريب جدا وبالجمال مضى بالعزايا مواقف ماسك مشمع وأقول لك سليمان انتحق كده مشمع الجيش طوله متر ونص وعرضه ومتر عندما يتكور على بعديه كده حيبقى حاجة الواحد يحب يتعلق فيه سليمان انتحر كده طبعا سليمان ما انتحرش إطلاقا سليمان يكون منتحر سليمان راجل متدين وراجل مرتزم وثم اثنين وخميسه وراجل متزن عقليا وراجل يشرفه كمان إنه خاد خمسة وعشرين سنة في سبعة اسرائيليين وشرف اي واحد وطن انه يتعدم عشان موت اسرائيلي حينما جاءت ثورة خمسة وعشرين يناير التي ادت الى محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك هل شعرتم بان هذه الثورة جاءت لتعطي هؤلاء الابطال حقوقهم التي حرموا منها في عصر الرئيس السابق حسني مبارك؟ هذا هو حاجة عظيمة جداً قلبت الموازين تماماً الظلم البائد الذي رأيناه في خلال التلاتين سنة نحن دلوقتي من ستة وعشرين سنة بنعاني من ظلم دي ذكرى السبعة وعشرين في الزكرة التانية الامن المركزي تربص بينا وجاب تلاتين عربية وكنا عامنين يفطل اسلمان شالوها وكسروها حاجة تقولي ايه لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك؟ الرئيس السابق حسني مبارك هقول له ربنا يتقبلك عندك ربنا يتقبلك ويرحمك وعلى الله معظم الشعب يسامحك اللي انت ظلمته علشان تجابل ربنا وانت مستريح بقول له حسني مبارك ربنا يسامحك على كل اللي انت عملته في الامهات اللي زي امي واللي زي الاسرة بتاعتنا اللي احنا كنا تمستنى سليمان خاطر علشان يجيلنا انت حرمتنا منه الله يسامحك الله يسامحك حاجة سعادية اخد تعليق اخير منك احنا رحنا ليه لسليمان خاطر قالوا لنا تعالوا ايه السويس رحنا ليه السويس وبعدين ايه سننا شوية كده قالوا ليه ايه الشججة اخواتكم يجي يزوروا في مصر رحنا الجنة حلو وزي الفن ما فيش ايه حاجة شفتي جستته؟ لا احنا ما رحتيش لا احنا ما شفناها احنا ما شفنا جستته هناك لا جستته هنا لا لما مات لما استشهد لا ما شفناش انتو البنات ما شفتوش لا ما شفناش شي الساعة جالوا الساعة التمانية الصبح تاني يوم زرناي جالوا اسليمان شانا جروح ادريتوا اني في بيتي اجيت اصرح من حدا جوزي ايه هو شعوري كنت بتشوفي مبارك بيتحكم؟ ده احنا المبسطين فيه خطيط اسليمان خاطر احنا مبسطين فيه هل رجع لسليمان خاطر حقه؟ حقه ان شاء الله ان شاء الله ربنا هل رجع حقه ولا انتو في انتظار ان يعود حقه؟ لا ان شاء الله والله هو حقه معنوي واحنا عايزين الحق المعنوي وحقنا خدا وصل تماما مية في المية نعم سليمان خاطر شهيد وحسنا مبارك مطمار نعم بهذه الكلمات اشكرك استاذ احمد العودي صوهر سليمان خاطر اشكرك جزير الشك اشكرك ايضا حق انصاف واشكرك ايضا حق سعدية اشكركم شكرا جزيلا شكرا مشاهدين نتابع الحوار مع اهل سليمان خاطر هذا البطل المصري العظيم ولكن بعد هذا الفاصل القصير موسيقى 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 مشاهدين اهلا بكم مرة اخرى الآن نضم إلي الدكتور عزازي علي عزازي وهو محافظ الشرقية وابن خلث الشهيد سليمان خاطر أهلا بك دكتور عزازي أهلا بك نحن في ذكرى السابع والعشرين لاستشهاد سليمان خاطر ما الذي تذكره عن استشهاد سليمان خاطر؟ يعني أولا الشهيد البطل سليمان خاطر نذكر عنه كل شيء يعني من ميلاده حتى نحره نذكره لأنه ابن من أبناء هذه القرية القرية التي طالما احتضمت يعني جيشنا البطل ما بين الحربين وقبلها سبعة ستين تاتة سنعين وحققت يعني تحقق في هذه البلد شعار الجيش والشعب يد واحدة قبل صورة خمسة عشرين ناير كان في التحام حقيقي من جيش والشعب بلد لها تلص يعني وطني مهم جدا كانت الإزعات الإسرائيلية يعني كثيرا ما تهاجم هذه القرية بسبب إمداداتها دايما من الجيش وتعاونها مع قواتنا المسلحة في فترات المد والجزر ضمن هذا التراث الوطني يعني ولد سليمان خاطر من شاءه معروف ونحره أيضا معروف وما بينهم رحلة طويلة فيها معاناة وفيها بيت فقير ككل البيوت المصرية وفيها معنى للبطولة التي تعامل القضية الوطن باعتبارها قضية شخصية نعم معنى للبطولة جسده سليمان خاطر ولكن ماذا عن الدور الآخر الذي أخذته الحكومة أنذاك في أن تحاكم هذا الجندي الذي كان يقوم بمهامه؟ بالضبط حالتك قلت تعبير المهم جدا الذي قيل في أيام هذه البطولة هو لم يفعل شيئا استثنائيا قام بدوره تماما قام بواجبه وظيفة الجندي على الحدود هو حماية الحدود وحراستها حماية أمننا القومي وحماية ترابنا الوطني وأرضنا وعرضنا بالمعنى الذي تعلمه سليمان في الجيش في القوات المسلحة وتعلمه أيضا في تراث هذه القرية فقام بدوره بواجبه أتم قيامه وبالتالي كيف استقبلتم خبر أنه سيحاكم محاكمة عسكرية في مقابل أنه كان يحمي أرضه وعرضه كما تقول؟ يعني مشاعر كانت قلقة جدا لأنه نعلم عن نظام حسني مبارك في ذلك الوقت في منتصف التمانينات أنه نظام يعمل لحساب إسرائيل بالفعل رغم كل سقتنا ومحبتنا وارطباتنا بالقوات المسلحة المصرية لكن حسني مبارك لم يكن يمثل القوات المسلحة المصرية أو الجيش المصري في ذلك الوقت احنا كنا في معاهدة كامل ديفيد التي رفضتها النخبة السياسية ورفضها الشعب يعني كانت القضية الوحيدة بحل إجماع الشعب والنخب الشعب لم يحتك في أحد بالإسرائيليين وفشل التطبيع الشعبي فشل زريعا وتطبيع على كافة المستويات حتى الثقافية والفكرية والعلمية وبقى الوضع الصهيوني في مصر معزولا سليمان جزء من هذا التراث الرافض للمساومة بين الدم وبين الماء يعني لا يمكن أن يتحول الدم المصري إلى ماء فسليمان جزء من هذا التراث أم بفعله احنا كنا قلقين وعارفين أن الأمور ممكن أن تصل إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه لكن كنا مقدرين وهو رحمة الله عليه كان عنده ثقة ويقين أن المسألة هتاخد وقت قصير حتى بعد الحكم عليه بالمؤبط 25 سنة وسيخرج هو كان يعتقد أنه البلد حريص عليه وهيقعد في السجن مدة بسيطة جدا ويخرج وأنه ده معمول علشان الضغط الأمريكي والإسرائيلي إلى آخره لكن ثبت أنه أحدى ثوابت المبدئية للنظام حسن مبارك هو التضحية بالوطن والوطنيين يعني وتقديمهم قربانا للشيطان الإسرائيلي في ذلك الوقت سليمان كان مصدقا لأنه سيفرج عنه وطلب الكتب عشان يستكمل الدراسة كان في تلتة حقوق وانتساب وراحت له الكتب وراحت له مصاحف لم يكن هناك أي معشرة بأن هذا الشخص يود الانتحار وعلى الإطلاق ولذلك كانت الرواية يعني محل استنكار واحتقار من جميع الوطنيين والشرفاء وأكتر ناس كمان كانوا هنا الأهل والعائلة والأقارب والأصدقاء وأنا باعتبار قريب أعرف تماما من الزيارة الأخيرة أنه معنوياته مرتفعة كان وثقة من أنه هيتم الإفراج عنه قريبا بدأ يذاكر وبيقرأ قرآن ومنتظم وشاف العرف آخر زيارة أموره كانت معنوياته كانت في السماء نعم أود لو تعرفنا وتعرف المشاهدين أيضا عن الجمعية الخاصة بسليمان خاطر من أنشأ هذه الجمعية؟ مش جمعية هو كان فيه إحنا عملنا حاجة عقب العملية البطولية اللي هو لجنة الدفاع اللجنة القومية للدفاع عن سليمان خاطر هذه اللجنة القومية تشكلت من كافة رموز العمل السياسي في مصر ومن كافة أطياف العملية السياسية الأحزاب والقوة الفاعلة على الساح وأقامت هذه اللجنة مؤتمرات عديدة وقام الشعب في مصر من أقصاء إلى أقصاء بالمظاهرات من أول أطفال الكيجيوان والحضانة والمدارس المثائية لحد طلاب الجامعة والحركات السياسية في مختلف عن حق مصر وكانت اللجنة القومية للدفاع عن سليمان خاطر هي الداعمة لكل الفعاليات والأنشطة المرتبطة بالبطل مطالبين بعدم محاكمته في الأول ثم بالإفراج عنه في المرة السارية ثم بعد نحره أو قتله التحقيق والقصاص ممن قتل سليمان خاطر في سجنه وكان قتله في سجنه الحقيقة فضيحة يعني ينبى لها جبين هذا النظام الساقط نظام حسن المبارك لأنه حتى إخراج الرواية المتعلقة بالانتحار كان إخراجا مرديئا يعني لا ينطلي على طبيب يعني في سنة أولة نحن الآن بعد ثورة 25 يناير هل تعتقد أنكم ستحيون قضية سليمان خاطر مرة أخرى وتطالبون بحقه؟ طبعا في قضية مرفوعة للقصص ومحاكمة الرئيس المخلوع حسن مبارك على جريمة اغتيال سليمان خاطر سواء كان بالأمر المباشر أو كان متسببا فيها أو متواطئا عليها أو أنه مفروض أنه كان يحمي هذا البطل في سجنه أو يحمي هذا المسجون في سجنه لكنه تواطئ إلى أي مرحلة وصلت هذه القضية؟ ما زالت في بواكرة ونحن نريد أن نضمها لملف محاكمة الرئيس المخلوع حسن مبارك وإن شاء الله ننجح قريبا في إضافته هل تقومون باتصالات الآن لضمها؟ نعم أشكرك دكتور عزازي علي عزازي محافظ الشرقية وأيضا ابن خالد سليمان خاطر أشكرك جزيلا شكرا مشاهدين سنذهب الآن إلى قبر البطل سليمان خاطر ابقوا معنا أنا لا أخشى الموت ولا أرهبه إنه قضاء الله وقدره ولكنني أخشى من الأثار السيئة من الحكم الذي سيصدر ضدي على زملائي بأن يصيبهم بالخوف أو يقتل فيهم وطنيتهم هكذا قال سليمان خاطر في كلماته الأخيرة وهو هنا يرقد جثمانه في هذا المكان ندعو له بالرحمة ونقرأ له الفاتحة وأترككم في رعاية الله وأمنه شكرا شكرا